يعني أنا آسف إن أنا هبدأ كده بس الحقيقة يمكن ده بقى أصبح واقع إحنا بنيشه كل يوم يعني لو أحد بتصحى بس من النوم الصبح كده عشان تبتدي يومك فتبتدي تسأل هو إيه الأزمة النهاردة أنا أعتقد إنه إحنا بقالنا كتير قوي عايشين في أزمات وراء أزمات وراء أزمات مشكلات وراء مشكلات وراء مشكلات ما بنتكلمش وبنشغلش شبالنا غير بفكرة المشاكل والأزمات عندنا قدرة عظيمة جدا على تصدير وخلق المشاكل بلا حدود لكن لما تيجي تتكلم على القدرة على الحال الصمت الرهيب يعني كل المنظومة مش بتهم حد ومش بقول إن في حد بعينه مسؤول لكن عيش كده ويرجع بذكرياتك الوراء شوف كده الموسم ده بس يعني مش هرجعك بالتاريخ كتير شوف بس كم المشكلات والأزمات اللي حصلت وقف قيد أضايا منتخب وطني منتخب أولمبي مشاركات لعيبة أضايا في المحاكم المدنية أضايا عند الفيفا أزمات في مديرين فنيين اختيارات لحكام يعني ما فيش مجال صغير جدا فاضل للرايا والشبك اللي في الملعب يبقى فيهم أزمة عشان تبقى المنظومة كلها فيها مشكلات ما فيش يوم بيعدي إلا والإعلام الرياضي والمسؤولين في الأندية والأجهزة الفنية وإدارات الأندية والسوشيال ميديا كل الناس بتتكلم في مشكلة ما طيب هل طرح المشاكل دي يؤدي إلى حلول؟ هل طرح الأزمات دي أو المشكلات اللي احنا بنعدي بيها بياخدنا وبيطلع بينا لقدام؟ الأكيد بالنسبة لي أنه لا والأكيد أن احنا مش مشغولين بالمستقبل وأنه كل تركيزنا منصب تحت رجلينا فقط لغيره واللي أهم بالنسبة لي واللي جاي أكلمك فيه النهاردة هو أنه الأهلي أبدا عشان فيه ناس دايما بتحاول تتصدر المشكلة دي أو تعلق شماعات فشلها أو إغفاقتها أو عدم تحقيقها للنتاج اللي بتتطلع عليها أو بتحلم أنها تقدمها لجمايارها فتقولك أصل مشكلة الكرة المصرية كلها مختزلة في الأهلي الأهلي هو أكثر الأندية مشاركة في البطولات فده بيأثر على استقرار الأجندة المحلية الأهلي بيتم مجملته تحكميا الأهلي بيتم مجملته من لجنة المسابقات الأهلي بيعامل معاملة غير الجميع الأهلي هو الأكثر حصولا على مبالغ الرعاية الأهلي ثم الأهلي ثم الأهلي ثم الأهلي وكأن مشاكل الكرة المصرية كلها سببها الندي الأهلي علما بأن أي عائل أو أي حد عنده قدرة بسيط جدا من العقل والمنطق والإحساس الإحساس مهم جدا يشيل الأهلي خارج منظومة كرة المصرية هتجد أن المنظومة دي تساوي مش عايزة عشان بقاش بس بتجنة ولا بجرح حد بس أنت تخيل وشوف الإجابة مع نفسك حط الأهلي كده أو طلع الأهلي من منظومة الكرة المصرية وشوف نتاج المنظومة دي هيكون إيه شوف قوة المسابقة الحقوق المرتبطة بحقوق الرعاية أو حقوق البس التلفزيوني أو الإقبال الجماهيري أو الدعاية والإعلان والمعلنين شوف إنجازات الكرة المصرية على مستوى الألقاب والبطولات شوف حال المنتخبات الوطنية لو الأهلي برى المعادلة دور على الإجابات بنفسك وأعتقد أنه أي حد هيصل صلب الحقيقة المقارنة في مصر لا تجوز فيه حاجات كتيرة جدا 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 إحنا بنختلف بل وبننفرد بيها بمعنى عشان اللي بيحاول يقول لك أصل في بلاد كذا بيحصل كذا وأصل جنبنا في الدوريات في الخليج وأصل الدوريات في أفريقيا والدوريات في شمال أفريقيا إحنا برى المعادلة لما يتحط حاجتين في مقارنة لازم المعطيات أو المدخلات تبقى واحدة على أساسها تجوز المقارنة ما تقرنيش بدول الخليج أو بأندية الخليج على وجه التحديد لما تفتح لي عدد المحترفين في الدوري المصري زي ما هو مفتوح في أندية الخليج تعالنا نتكلم لما يبقى عندك منتخبات في أفريقيا بتعتمد قوامها الأساسي أو نسبة 70% لـ 80% من قوامها الأساسي على لعيبة محليين زي ما بيحصل كده في منتخب مصر الأول والأولمبي تعالنا نشوف كده كام لعيب من النادي الأهلي سيبك من محترفين يعني سيبك من أنه الأهلي عنده محترفين غالبيتهم بيلعبوا مع منتخباتهم أنا أتكلم عن مستوى منتخبات الوطنية المصرية شوف لما بيقى فيه توقف دولية أو أجندة دولية أو بطولة دولية بيع فيها منتخب مصر كم لعب من نادي الأهلي بيشارك فيها وتعالى بص على منتخبات ناجيريا ومنتخبات السنغال ومنتخبات الجزائر ومنتخبات المغرب ومنتخبات 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 كم لعب من الدوري المحلي أو من الأندية المحلية يعني بتشارك مع المنتخبات دي في أي أجندة دولية أو أي بطولة دولية كبيرة وساعتها أنا موافق جدا 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 على المقارنة أنا بقول الكلام ده لأصوات كتير الحقيقة هي مش أصوات قليلة يعني أصوات كتير لو حدفها حقيقي وبصها بجد بكل أمانة الحقيقة على مصلحة الكرة في مصر ومديها اهتمامها وتركزها لمصلحة الكرة في مصر ومديها صوتها ومساحتها وصفحتها على السوشال ميديا لما صحة الكرة في مصر أنا بقول لكم السنة الجاية مصر تبقى في حدة ثانية خالص لكن كلها للأسف شديد جدا إما تضليل وضلال وإما تصفية حسابات